يعني كنت أحبب أن نبدأ مع حضراتكم كالعادة زي ما الكابتن إسلام بيقول وزي ما زمالي الأعزاء بيقوله هنا في القناة احنا كلنا ماشيين بسيستم واحد ونظام واحد وهو أن النادي الآلي كله كل حاجة داخل النادي الآلي بتصير بنظام شديد جدا وبالتالي المدير الفني وكل ما يقال عن المدير الفني حضراتكم مش هتعرفوه غير من خلال قناة النادي الأهلي ومن خلال الموقع الرسمي زي ما أعلن قبل كده التوقيع مع مستر موعتن لصيتي في الفترة السابقة وكنا هنا أول ناس أعلن بعد ما كان فيه بعض الاجتهادات من الإخوة الصحفيين المحترمين ووسائل الإعلام المختلفة وكل واحد بيسعى أنه يجيب اسمه مدير فني علشان يكون فيه يعني اجتهاد وعشان خطر يكون فيه ترافيك وحضراتكم معرفين الترافيك يعني خبر يبقى موجود على سوشال ميديا فالناس تخش على الخبر فيبدأ عدد الزوار يزيد فيبقى عدد المقال قرأته ترتفع وبالتالي هو ده الهدف من الترافيك اللي يبقى لحضراتكم عليه علشان كده كل ما يقال حاليا في سوشال ميديا أو فسال إعلام مع كامل الاحترام والتقدير كلام عاري تماما من الصحة لسه ما فيش أي حاجة كتلنا وبالتالي احنا في انتظار أن يتم إبلغنا رسميا بالتعاقد مع موديل فني أي إن كان هو مين بلده إيه اسمه إيه هنكون أول ناس هنا هنبلغ لحضراتكم وبالتالي أنا مش عايز أقول لحضراتكم أكيد مش عايز أكد على حضراتكم أن احنا هنا شغالين في قناة الناد الأهلي وبنتبع مؤسسة الناد الأهلي وبالتالي أكيد لو في أي أخبار عن المدير الفني هنقول لحضراتكم لكن سرية تامة والله مش بهضر بجد مش عارفين حتى نعرف طب هو من بلد إيه طب هو مين المرشح طيب ممكن يكون مين ما فيش تماما تماما الكابتن ولجنة التخطيط ومدير التعاقدات الخمس أشخاص اللي موجودين دول فردين سرية تم غير طبيعية على الموضوع علشان خاطر هو ده يعني هي دي مدرس الأهلي وهو ده يعني المبدأ اللي احنا ماشيين علينا دايما بنمشي في كتمان في سرية علشان الموضوع لما يكون فيه كلام ويتم فعلا ويتم التخليص ويتم أن احنا نمضي مع المدير الفني ونتفى على كل البنود بنعلن بعد كده لكن احنا ما ينفعش نعلن وبعديه هنيجي نقول لحضراتكم على اسم فلان أو اسم علان وبالتالي بعد كده نلاقي أن الصفقة لم تتم وبالتالي نفقد المصدقية اللي احنا متعودين عليها داخل النادي الأهلي صفقة أفشة لما تمت قبلها بسبوع تلايتها ما حضراتكم نفيت علشان ما كانش فيه أي مفاوضات لما تمت على خير أعلننا وجبنا أفشة كان موجود هنا في صهراء مع الكابتن الإسلام وتكلم في كل حاجة لكن عمرنا يعني ما هنعلن أو عمرنا ما هنقول أي كلام من الكلام اللي بيتقال ده علشان خاطر يعني في الآخر يبقى ما فيش مصدقية أنا عارف إن الجمهور مترقب وإن الجمهور مستني وإن السوشال ميديا بقى حضراتكم هتلاقوا أخباء كتير جدا وإن النادي الأهلي يجاهز مش عارف مين وإسمين ثلاث أسماء أربع أسماء وكل واحد دوعا أخواتنا وحبائبنا كل واحد بيفضل يجتهد لكن من حكم شغلنا في قناة النادي الأهلي ومن حكم إن احنا متربيين جوه النادي الأهلي وعارفين السيستم بتاعه عمل إزاي فإحنا بنقول لحضراتكم مفيش أي حاجة من اللي بتقال على السوشال ميديا حقيقية إحنا كلنا مش حضراتكم بس في انتظار الإعلان الرسال المدير الفني لنا علشان نعلن لحضراتكم من خلال الموقع الرسمي ومن خلال قناة النادي الأهلي علشان يعني يبدأ المسيرة مع الفريق الأحمر إن شاء الله في دولي جديد بطولة أفريقية جديدة سوبر جديد وبطولات إن شاء الله النادي الأهلي يقدر إن هو يحسمها للصالح العام غير كده مش عايز أتكلم كتير في الموضوع المدير الفني ونقفله ما نتكلمش فيه ونركز بقى إن شاء الله في المباراة الأفريقية اللي جاية علشان عندنا مباراة مهمة جدا وبالتالي كلنا نطمح إلى التربع من جديد على عرش البطولة الأفريقية علشان كأس السوبر الأفريقى علشان كأس العالم للأندية وعلشان نقرب أكتر من نادي ريال مديريد المتزعم صدارة البطولات القرية على الصعيد القري بعدد من البطولات يليه النادي الأهلي مباشرة وهو ده المنافس الوحيد لنادي الأهلي في عدد البطولات أو الأكثر تتويجا على مستوى القارة في العالم طيب عايز أروح لخبر تاني يعني خبر بقى خبر عالمي لكن هو شغل الرأي العام كله وكل بصراحة ليه كورة واللي مالوش في كورة عايز يعرف هو إيه اللي بيحصل احنا عارفين إن خلاص يوم السبت القادم هو آخر أيام المركاتو الصيفي لدول أوروبا أسبانيا إيطاليا إنجلترا قفلت خلاص من بدري وعدلوا القانون اللي موجود عندهم علشان الانتقالات تقفل يوم 8-8 قبل الدوري ما يبدأ بيوم واحد وكانت مباراة ليفر بولو نوروش كانت يوم 9 وده كان أول مباراة في الدوري الإنجليزي هو ملف نيمار شابس ما تقولش على حضراتكم كتير هو نيمار يا ترى نيمار هيعمل إيه؟ نيمار انتقل من باريسان جرمان بـ 222 مليون يورو كان شرط جزائي في عقده طبعا اللي عمله العقد ده بسم الله ما شاء الله عبقري جدا وزاكي جدا حط له شرط جزائي أي حد في العالم يقدر يدفعه فباريسان جرمان دفع شرط جزائي لبرشونة ونيمار انتقل إلى باريسان جرمان ومن بعدها برشونة تعاقد مع صفقتين كوتيني وعصمان ديمبلي عصمان ديمبلي تقريبا قاعد طول اليوم في المستشفى مش بيعمل أي حاجة جرنواء بتعالج تقريبا يعني جمعنا له عدد الأيام اللي اتصاف فيها حوالي 200 حاجة وتسعين يوم ده عدد الأيام اللي اتصاف فيها ديمبلي منذ قدومه إلى برشونة وبالتالي هو قاعد في المستشفى على طوله